الموضوع اللي بدي حكي فيه اليوم موضوع أخذ أكبر من حجمه عبر السوشيال ميديا وهو بخص نجمة العرب نانسي عجرم نانسي عجرم اللي كتار منكن وكلنا بنعرف وطنيتها ومحبتها للبنان وباليقاءات كتير مع موراء الأضواء بعرف أديش هي بتحب وطنها وأديش هي وطنية وعبرت عنها الشي بكتير من الأغنيات وكتير من التصريح يعني بدل ما نضج السوشيال ميديا وهو الأكيد اللي عم يعملوا عنديش هي أعداء النجاح خلينا نركز على عملاء الغنائي الجميل اللي حأحكي عنه بعد شوي كلنا بنعرف أنه هناك عرب 48 عرب 48 هنه من الفانز الكبير لكل النجوم مش بس النجوم اللبنانية ووصول الفنان لهناك صعب فهن بيضطروا وين في حفلات لها النجوم اللي بيحبوهم بيروحوا تحتى يحضروهم ويستمطعوا فيهم يعني كنا بنسكر السارز عنبور كانوا ينطروا من سنة لسنة لحتى يطلعوا بها رحلة البحرية لحتى يلتقوا بنجومهم بقبرس التركية وتحديدا بالمرترويال اللي أنا كنت فيه لسنوات خلال الوقت كنت بتلفزيون عربيكا نغطي كل الحفلات البكسين هناك وأقدمها ونقوم بنشاطات كتير هناك هذا شرح بسيط ومفصل هلأ بشكل عام الفنان وينما كان موجود يعني الفانز اللي بيحبو بدي جي خد صورة معه من المعقول أنه قبل ما واحد ياخد صورة يجيت الفنان يقول له لو سمحت بيطأتك شخصية باسبورك هويتك تعرف أنت من وين يعني ما بتصير ما هي بلحظات بيكون الفنان بيطلع مسرحه بيكون الفانز ناطين وياخدوا معهم صور أو هم نازم المسرح وبيلتقوا معه كمان صور سريعة ما بدنا هلأدية نضخمة وما بدنا نشكك دايما بوطنية الفنانين اللبنانية اللي دايما بيعبروا عن وطنيتهم ومحبتهم للبنان وتمسكون فيه وهي للمرة الثانية أعداء النجاح بيسيبه نانسي بهذا الموضوع وبدي أقلهم أنه نانسي مش مرة واثنين وثلاثة حتكون موجودة بالمرت رويال حتغني كتير هناك هي وكتير من النجوم اللبنانية والعرب لأنه هيدا المكان بيقبرص تركيين بنرجع منقول مديره لبناني وفي كتير عاملين هناك من جنسيات عربية كتير نانسي عجم اللي من المفترض أن تكون عايشي سعادة كبيرة بعملة الغنائية الكبيرة اللي راح نحكي عنه هلأ إلا أنه مثل ما بيقول نغصوا عليها لكن اكتفت أن ترد بكتاب لحقر على الكلية نانسي بتقول بالكتاب ما زلت عند وعدي بقلق أو علق على تفهات بعد الموتورين والمحردين واللي بيستادوا بالمي العكا والأهم بالنسبة لإلي محبة الكثيرين وهني بالملايين شكرا من القلب على حرصكم ودعمكم ولكم مني كل الاحترام والتقدير ولكل حاقد وعد وعد بأن تبقى محبة الناس درعا تحميني من الكراهية والشر والحقد أعيدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم وهو أجمل تأكيد على وطنيتي لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينان مني أي لاهة وراء الأضواء هدفي واضح وطنيتي لا تمس ولبنان سيبقى حاضرا في كل خطوة من مسيرتي ألقاكم في مواعيد نجاح أخرى مقبلة بإذن الله لكم حبي ولهم دعاء بالصبر هذا مضمون الكتاب اللي حبت ترد فيه نجمة العرب ننسي عجرم لأعداء النجاح هلا خليني نروح أنا وياكم وننسى هذا الموضوع ونعيش أنا وياكم النجاح عملها الغناء الجميل الرومانسي اللي قدمته بقى حسيسة الحلوة وهي مش أول مرة بتقدم أغنيات هيك رومانسية ننسي وبتلاقي نجاح كبير وكيف إذا هي يلتأت بهالعمل مع شاعر بيكتب أجمل الكلمات وهو علي المولى هو بدي أذكر فلي العمل كله وقاله يعطيكم العافية على العمل الجميل اللي حمل عنوان مشكلتي الوحيدة فإذن كلمات علي المولى الحان أيمن قميحة والتوزيع الموسيقي لرئيس فرقتها باسم رزق والميكساج والماسترينج لإلي بربر أما الفيديو كليف فهو من توقيع المخرج هاز أغدر مبروك عملك الجميل ننسي وإلى الأمام إن شاء الله وبانتظار كل جديد وبانتظار حفلات المقبلة وماشاء الله بديلك ألف مبروك النشاط الكبير اللي امتي فيه على أراضي المملكة العربية السعودية دايما إلى الأمام وإن شاء الله من نجاح لأكبر